أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعاول كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار خاصة فيما تعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة وهو ما يسمحه بجذب المزيد من تلك الاستثمارات عن طريق سوق الأوراق المالية جاء ذلك خلال اجتماعي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمتابعة جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية بحضور كل من رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ورئيس البرصة أحمد الشيخ